اشتركوا في القناة وفتطورة عدد من الملفات الاقليمية كما تبدلاء تهنئة بمناسبة عيد الاطحى المبارك وخلال الاتصال اعرب زعمان عن حرصهما على تعزيز اطر التعاون القائمة خاصة على صعيد الاقتصادي والاستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري وفتح افاق جديدة لتعاون ثنائي فضلا عن مواصلة التشاور وتنسيق بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية كما اعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التقدير للمعاملة الكريمة التي تلقاها الجالية المصرية في السلطنة في حين اشار السلطان العمني الى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة التنموية الرائدة والملهمة لمصر بحث وزير الموارد المائية ورأي دكتور محمد عبدالعاطي مع ناظره في دولة جنوب السودان ماناو بيتر سبل تعزيز العلاقات في مجال الموارد المائية وقال عبدالعاطي ان الوزارة قامت بانشاء ستة ابار جوفية بنتاق مدينة جوبا بالاضافة للمساهمة في اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد وعو المتعدد الاغراد واوضح وزير الري انه تم الانتهاء من انشاء بعض الارصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيا ومشروع تطهير المجار المائية بحوض بحر الغزال والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير احوال الصيد وانشاء مزارع سمكية بالاضافة لحماية القرى والارادي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع منسيب المياه اثناء الفيضانات يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانجي بمقر رئاسة الوزراء بمدينة العالمين الجديدة تتناول المباحثات العلاقات المصرية الصينية وسبل تعزيزها الى جانب القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تمهيدا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر غدا لتأدية الركن الاعظم في الحج يواصل ديوف الرحمن التوافد على منا لقداء يوم التروية الموافق الثامن من ذي الحج ومن المقرر ان يقضي الحجيج يومهم في خيم معقمة ويبيت فيها قبل الصعود الى جبل عرفات مع بزوغ شمس الغد وكانت طلائع حجاج بيت الله الحرام قد وصلوا الى مكة المكرمة لاداء توافى القدوم في ظل ظروف استثنائية واستعدادات كبيرة واجراءات احترازية وتباعد بسبب جائحة كورونا ويقتصر اداء مناسك الحج هذا العام على المقيمين في المملكة العربية السعودية من من تلقوا لقاح فيروس كورونا ويؤدي مناسك الحج هذا العام نحو ستين الف مقيم مقارنة بنحو مليونين ونصف المليون عام الفين وتسعة عشر اعلنت وزارة الصحة تسجيل تسع وستين اصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان حالة وفاء واشرت الوزارة الى خروج ثمانمائة وثمانية وتسعين متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى مائتين وثلاثة وعشرين الفا ومائتين وثلاث عشرة حالة اعلنت جامعة جون هوبكنز الامريكية ان اجمالي حالة الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع الى اكثر من مائة وتسع وثمانين مليون بينما تخطط حصيلة الوفيات حاجز اربعة ملايين في غضون ذلك سجلت تايلند اليوم الثالث على التوالي عددا قياسيا جديدا للاصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ اكثر من احدى عشرة الف حالة مما يرفع اجمالي عدد الاصابات لاكثر من اربعمائة الف حالة كما سجلت تايلند مائة واحدى حالة وفاة ليرتفع حصيلة الوفيات الى اكثر من ثلاثة الاف حالة وفاة اعلنت الحكومة البريطانية ان رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريتشي سوناك سيخضعان للعزل خارج اوقات العمل فقط اثر مخلططهما شخصا مصابا بكورونا واعلن وزير صحة البريطاني ساجد جاويد انه سيتم اجراء فحوصات يومية لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية لتأكد من خلوهم من فيروس كورونا يعقد مجلس الامن الدولي جلسة تشاورية مغلقة غدا حول الوضع السياسي في سوريا يستمع خلالها الى عرض من المبعوث الاممي الخاص لسوريا جير بادرسن حول نتائج اتصالاته مع الاطراف الدولية الفاعلة المعنية بالملف السوري وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد اكد ان كل من راهن على سقوط الوطن وانهيار الدولة خسر رهانه داعيا السوريين الى نبض الدعوات التخريبية التي يروج لها اعداء سوريا والعودة لوطنهم واوضح الاسد في كلمة القاها بعد اداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة ان دمشق ستواصل العمل لاسترداد ما تبقى من اراضيها وتغلب على تداعيات الاقتصادية والمعيشية للحرب اكد قائد الجيش اللبناني الاعمال جوزيف عون ان الوضع في بلاده يزداد سوءا وقابل لتصعيد مشيرا الى ان المجتمع الدولي يراهن على المؤسسة العسكرية في لبنان لاستعادة الامن والاستقرار وردع الفوضى في غضون ذلك اعرب بالاتحاد الاوروبي عن اسفه للمأزق السياسي الذي يمر به لبنان حليا بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة اصرح منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزي بوريل بانه من مسئولية القادة اللبنانيين حل الازمة الداخلية التي تسبب فيها بانفسهم حسب تعبيره ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اكتاحت اوروبا الغربية خلال الايام الماضية الى 183 قتيلا على الاقل اضافة الى مئات المفقودين في الوقت التي تتواصل فيه جهود الانقاذ للبحث عن المفقودين بعد اسوأ فيضانات تضرب دول المنطقة خلال اكثر من قرن وتتعرض المانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسنبورغ منذ ايام لموجة من المنطقة الفيضانات العارمة الناجمة عن الامطار الغزيرة مما تسببت في احداث خسائر مادية وضمار في تلك الدول لقي 13 شخصا مصرعهم واصيب العشرات اثر انقلاب شاحنة صهريج وانفجارها على طريق عام في غرب كينيا وقال المتحدث باسم الشرطة ان سيارات الاسعاف نقلت العشرات للمستشفى لاصابتهم بحروق بالغة ومن بينهم اطفال يشار الى ان حادثا مماثلا قد وقع عام 2009 واسفر عن سقوط 122 قتيلا على مسافة 150 كيلو مترا شمال غرب نيروبي في الهند ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الارضية الناجمة عن الامطار الغزيرة في مدينة بومباي الى 24 قتيلا واعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انه سيتم صرف تعويضات لأسر الضحايا في حين لا تزال عملية البحث عن المفقودين جارية من جانبها توقعت هيئة الارصاد الجوية الهندية استمرار هطول الامطار بغزارة على مدينة بومباي خلال الايام الخمسة المقبلة يواصل الالاف من عناصر الاطفاء جهودهم لاحتواء الحرائق التي تكتاح غابات الغرب الامريكي والكندي وذكرت السلطات المحلية انه تم اجلاء الفي شخص على الاقل كما تم نشر نحو ثمانية عشر الف عنصر اطفاء في الولايات المتحدة حيث اندلع سبعون حريقا دمر اربعة الاف كيلو متر مربع مشيرة الى ان الحريق الاكثر دراوة كان في ولاية اوريجون ولا يزال خارج النطاق السيطرة هذا وتتسع الحرائق في المنطقة بسرعة بسبب موجة الحر والجفاف وسط توقعات بان تستمر لعدة ايام يؤدي طلاب الشعب الادبية اختبار مادة الفلسفة والمنطق لتبدأ بعدها اجازة عيد الاطحى المبارك حتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري على ان يتم استئناف امتحانات الثانوية العامة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بامتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعب العلمية وقد ادى امس طلاب الشعب العلمية اختبار مادة الكيمياء وذكرت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة انه تم رصد خمس وثلاثين حالة غش نافية في الوقت ذاته تسريب اختبار مادة الكيمياء انتهت نشرة الظاهرة في تمامة ثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة اخبارية من التلفزيون المصري نعم صار كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الاخبار عبر موقعنا الالكتروني شكرا لحسن المتابعة في امان الله